الانسان من يقع في مشكلة يعني احنا نتعاني واجهت الجيش المهدي بس ما واجهت التيار الصدري وانا احميتها لسيد مقتدر الصدري يعني احميتها حماية كاملة سواء من كان بالارضة الحيدرية او من طلعوا من الارضة الحيدرية والله العظيم تمام معروفة للقاس والداني صارت معروفة لأخوان كلهم لهذا يعني انا شخصة انه احنا جيش المهدي يجب ان نميز عن التيار الصدري التيار الصدري تيار شرعي ومشروع وإلى آخره وعدهم مشروع بس ارتكب اخطاء ارتكب واخطاء هذا الخطأ الاخير هو ما تسحبه ل73 نائب والأخوان بالإطار استقل لك خلص ومو كلهم بس قسم منهم صارت القضية الساحة فارغة خلي نسويه ما يجعوا قالوا خلي نحل مجلس نواب ونسوي انتقابات لأن 73 نائب يطلعون الدفعة واحدة من مجلس نواب بكل كرة الارضية كان استقال مجلس النواب السؤال هنا يا دكتور السؤال هنا مثلما انت تشكل على انسحاب التيار الصدري وانت من اول القائلين ان البرلمان يجب ان يحل ومع هذا لم يحصل ذلك وتشكلت الحكومة الإطارية هل هذه الحكومة تمتلك الشرعية الآن ام لا والله لا تمتلك الشرعية بالاطلاق يعني اكثر من ثلث مجلس النواب ما انتهوا اطلعوا يعني شوان يصير وجابوا هما يمكن من جماعتهم دخلوهم لهذا والإطار التنسيقي يعني انا مو ضد بالعكس انا معاهم وحضرت اجتماعات معاهم واللقاءات معاويةهم واحترم قسم منهم احترام كبير بس ايضا هما وقعوا بخطأ وخطيئة ما كان لازم يصرفون تصرف المنتصر كان لازم هما يدعون الى انتخابات مبكرة اخرى هذا كان لازم يصير هذا حقيقة كان الموقف الصائب والشريف والشرعي هو هذا انه صير انتخابات جديدة بالعراق زي بالآن حتى من قاله بعد سنة حتى يقول لك يعني يقول لك الآن بالبرنامج الحكومي بعد ما نعد القانون للانتخابات بعد سنة نسوي انتخابات مبكرة انت من الآن تقول انه هذا الطرح الحكومي قد تم تميعه من الآن اكيد والله اكيد يعني بصراحة اكيد يعني الحكومة الحالية غير شرع اولا تمثل احزاب الاطار التنسيقي معظمها اذا مو كلها نازم يرضي على الفلان حتى يجيبه وزير مو كلها يعني اكو وزراء كفوين ممتازين بهاي الوزارة بس لا حول ولا هم ولا قوة لان المقبلين بمجلس نواب ماشي بخط مسيطر عليه الاطار التنسيقي طيب دكتور اكو شغل هذا خطأ متقابل متبادل خطأ مقتدل صدر وخطأ اطار التنسيقي موسيقى